وفي أخبار أخرى قضى ما لا يقل عن ستة أشخاص في فيضانات مباغيتة وانزلاقات تربة بسبب تساقط أمطار غزيرة في منطقة النائية في شمال شرق الهند على ما أفاد مسؤولون محليون وكالة فرانس برسيليو واعتبر خمسة أشخاص في عداد المفقودين في ولاية السيكيم الواقعة عند صفح جبالها ملايا الحدودية مع الصين والتي يقصدها السياح الهنود وأشارة كالة إدارة الكوارث إلى أن عمليات إيغاثة المتضرر نجارية ولكن الأضرار اللاحقة بشبكة الهواتف النقى لا تعيقها